كن فعال وليس فاعل من كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوري الكتاب ده فوق الممتاز للمراهقين لأن أول ثلاث صفات من الصفات السبعة بتحولك من إنسان اعتمادي لإنسان مستقل وفترة المراهقة هي أنسب عمر للإنسان إنه يكون قادر على إنه يكون مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة بس هي مش بس كده الكتاب عاوزك تكون أفعالك المستقلة تكون فعالة ومؤثرة في حياتك في الاتجاه الصح مش بس مجرد فاعل وماشي في الاتجاه الغلط اللي في الآخر مش هيوصلك ويريتها تيجي على قد كده أنت ما وصلتش وتعطلت وده اللي الكتاب بيحاول ينقذك من إنك تعمله هو إنك تضيع وقتك وجهدك تعالوا نتعلم إزاي نكون فعالين مش فاعلين الكتاب جمع عادات الناس الأكثر فاعلية بس هو بيجمع العادات دي لقى فيه تشابف مجموعة من العادات لخص مجموعة العادات دي كلها ليهم ووجدتهم سبع عادات لو أنت قدرت تمشي عليهم بإذن الله هتوصل للنجاح في حياتك وحتتغلب على كل الصعوبات والمشاكل أول عادة هي كون مبادر حاول تطوع ظروفك علشان تحقق أهدافك وما تكونش رد فعلي للحدث لكن اصنع أنت الحدث وما تعلقش فشلك على الناس اللي حواليك أنت المسؤول عن فشلك فأي حاجة دور لها على حل ويوجد لها الحل لأن الفشل في حد ذاته نجاح لأن محاولاتك اتلغت منها محاولة وقلت نسبة الفشل وزادت نسبة النجاح أنت المسؤول عن حياتك وما حدش غيرك مسؤول حاول توظف وتطوع ظروفك علشان تحقق أهدافك وركز على الحل وما تركز على المشكلة العادة التانية ابدأ والنهاية في ذهنك بمعنى أنك تعرف تقود نفسك ناحية أهدافك لما تيجي تبدأ نشاط لازم النهاية تكون في ذهنك لأن ده مش هيشتت عقلك ويضيع جهدك ويساعدك على التركيز ويزود إنتاجك لازم يكون عندك هدف على مدى بعيد تشايفه قدامك حتى لو عندك أهداف صغيرة يومية علشان لازم أهدافك الصغيرة توصلك لهدفك الكبير يعني لو اعتبرنا أن أنت شركة لازم الشركة دي كنا عندها رؤية وهدف بعيد وكل يوم نروح الشغل ونعمل خطوة تجاه الهدف الكبير وبعدين العمل اليومي هو عبارة عن مجموعة من الأهداف الصغيرة وتوصلنا للهدف الكبير العادة الثالثة الأشياء المهمة أولا والخطوة دي هي تنفيذ فعلي للخطوة اللي قبلها وهي أنك تدير وقتك صح وما تضيعوش لأن ضياع الوقت أسوأ بكتير من ضياع الفنوس يعني المهم فالأهم أو بمعنى آخر فقه الأولويين اليوم 24 ساعة والشغل ما بيخلص ومحتاج 48 ساعة في الـ 24 ساعة فالحل الأمثل هو المهم فالأهم علشان نتقدم لو بصينا على المخطط اللي قدامنا هنلاقيه متقسم لأربع خنات مهم عاجل اللي هو الشغل بتاعك عدد ساعة الشغل بتروح المدرسة عدد ساعة المدرسة ده حاجة مهمة وعاجلة اللي بعديها غير مهمة وعاجل زي معاد مباراة اليوم حلقة مسلسل النهاردة عندي مقابلة مع صحابي النهاردة فأنت لازم عاجل عندك الحدث بس هو غير مهم مهم وغير عاجل زي أن أتعلم مهارة جديدة أني أقرأ كتاب جديد أني خطط لمستقبلي حاجات مهمة بس مش عاجلة مش هيحصل حاجة لو أني عملتها النهاردة من أني عملتها بكرة الحاجة الرابعة غير مهم وغير عاجل زي أني ماسك الموبايل وعملت صفح صفحات والفيديوهات على اليوتيوب من فيديو الفيديو الفيديو ولا أنا عارف أنا رايح فين ولا جاي منين وبالساعات أضيع وقت بالساعات في الولا حاجة يبقى الموضوع مش أن يكون عارف الأشياء دي إيه أهميتها وإيه عاجلها هي مش القدرة على إدارة الوقت هي القدرة على إدارة النفس أنا اللي حدير وقتي عن طريق إدارتي لنفسي وكل ما حدير نفسك صح كل ما حدير وقتك صح العدد الرابع الكل يكسب هنا بالقول المراهقين متشكرين الكلام للأكبر حبتين حاول تبعد عن سياسة أنا هكسب ومش مهم غيري حاول تخلي كل يكسب وتشارك مكسبك مع أعوانك في الشغل علشان يكون قلبهم على زيادة الأرباح وتوفير النفقات وعلشان هم عارفين إن ده هيقود عليهم بشكل مباشر بالعائد وبالتالي هيكون جهدنا كلنا في اتجاه واحد يعني لو عامل ابتكر حل خارج الصندوق ووفر مبلغ من تكلفة المشروع لازم يكون ليه مكافأة لإن ده هيخلي كل الموظفين يجتهدوا لنهاية المشروع بأقل تكلفة وأكتر جودة ولإنه بيوفر على حساب الناس مش بيكون ليهم ولا ليه وفي أول فرصة بيسيبوا المكان ويدوروا على حد تاني يقدر مجهودهم العادة الخمسة افهم الناس عشان الناس تفهمك كل واحد فينا لازم يفهم التاني قبل ما يطلب منه أن يفهمه أولا عشان يتأكد أنه صح يمكن يكون وجهة نظرة الشخص التاني هي اللي صح ولو فرطنا أن وجهة نظرك هي اللي صح هتعرف ده لو سمعته وبالتالي هتعرف تقنعه بوجهة نظرك لأنك سمعته لأنك بمنتهى البساطة لو أنت مش فهم وجهة نظر الطرف التاني مش هتعرف تقنعه بوجهة نظرك طيب إزاي نوصل لده عن طريق نصحتين أول حاجة ما نتصرعش في الرد ونطرح بعض الأسئلة الأسئلة دي هتساعدنا أن احنا نفهمه أكتر وحتخلي الطرف التاني يحس أن احنا مهتمين نفهم وجهة نظره وبالتالي هتساعده أن هو كمان يسمعنا ويفهمنا ويقتنع بوجهة نظرنا لو إحنا وجهة النظر الصح والنصيحة التانية بعد ما تأكد تماما أن أنا فهمت الطرف التاني صح أوصل له معلومة قد إيه أنا فهمته وبعد كده هتكون ده المدخلية أن أنا قدر أقنع بوجهة نظري مع احترامي أن أنا أكون وجهة النظر الصح ولازم لو أنا حسيت من انحوار دوت أن هو صاحب وجهة النظر الصح أحترم دوت ووافق على القرار العادة السادسة التعاون الإبداعي هو بيعتمد على اختلاف القدرات بين الأشخاص اللي بتعمل في مجال واحد فلما بنجمع خبرات وقدرات في إنجاز عمل واحد بيكون تكوين عبقري لتحقيق النتيجة المطلوبة بس مع الأغذة في الاعتبار أهمية وفعالية كل شخص في المهمة لأنها بتكون الطريقة الأمسة لتحديد نسبة مكسب كل شخص على حسب المهام والمسؤوليات اللي بيقوم بيها وأهميتها في إنجاز المهمة لازم الاتفاق قبل العمل لأن إما الاتفاق يحق منفع عادلة لكل شخص أو عدم الاتفاق ولازم تبادر بالاتفاق على المهام والنسب قبل بدء العمل عدم التعاون أفضل من التعاون السيء وختامه مسك العادة السابعة طور نفسك باستمرار طور جاستك عن طريق الرياضة علاقتك بربنا عن طريق الصلاة وصفاء الزهن لأن دا بيعمل ثابت فعالي وهدوء نفسي خليك تقدر تشوف بقية مهمك براحة الجانب الزهني لازم ترحم عقلك من الألعاب والأفلام والمباريات اللي بترهق الزهن وتحاول تهدي وتصفي زهنك عن طريق مثلا إراءة كتاب الجانب الاجتماعي وهو جودة العلاقات مش بالكم بالكيف طور نفسك في إنك لو بتشتغل اتقن عملك لأن دا بيعلمك مهارات جديدة وبيسهل شغلك ويوفر لك الوقت وينتج لك شغل أدق وأكثر احترافية بس المشكلة إن تطوير الزهد حاجة من الحاجات المهمة بس غير العاجلة وبالتالي الناس ممكن تهملها وتفضل عليها الحاجات العاجلة الغير مهمة زي مشاهدة مباراة القورة أو خروج فسحة مع أصحابنا ونفضل في تأجيل مستمر لها في حين إن التأجيل دا بيضيع وقتنا وبيقلل خبرتنا وبيصعب علينا الشغل ممكن ينتج منه عمل بدقة أقل وعدم جودة واحترافية في المنتج النهاي في النهاية لازم نحط جدوى لتطوير نفسنا ويكون ليه الأولوية على الأشياء العاجلة الغير مهمة زي ما قلنا الأشياء المهمة أولا علشان نتقدم مش مهم القدرة في إدارة الوقت المهم القدرة في إدارة النفس أقول لكم بقى ملخص الكتاب دا في كلمتين تقدم الحاجات المهمة الغير عاجلة على الحاجات العاجلة الغير مهمة هو دا السر ولو قدرت تعمل دا هتنجح جدا في إدارة نفسك قبل إدارة وقتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر